اليوم سيكون فيديو مختلف عن أي شيء عملوا على القناة من قبل وسوف تخبركم أمي ماذا سنعمل مرحبا أول شيء أنا أحب اليوم أفعلكم فيديو غير شكل كيف طريقة الماكياج تبعي كل يوم لا تسكير أنتو على سكنفيتس مع جوزف و أمه زينا فاليوم سنبدأ بكيف تحضر وجهك كيف تبدأ أول شيء بالسكنكير على الخفيف يعني شو خطوات أساسية عندك بالسكنكير و سنبدأ بالميك أب الكامل اللي بتعمليه يوميا أكيد لما نعرف نحن أنه لازم على طول بشرتنا تكون نظيفة الصباح بس لما نبدأ بترتيب البشرة قبل كل ميك أب دائماً بيبدأ بكريم العيون بترتيب تحت العين كريم كونتور دايزيو الكيلز يلي هو مصنوع من الأفوكاة بيرطب تحت العين بيخبي الفاين لاينز الصغير كثير وحتى لما بدي حط الأنتي سات أبداً ما يجمع هذا أمي كثير بتحبه كثير وكلما أجي على البنان بتقول لي يجب لي معاك مني حتى وقت ما بحبه بعمله مثل ماسك تحت العين بتركه يعني بحطه هايك وبتركه بسامك وبتركه كثير بنات بعمله كماسك أنجر هذا كثير بنصحكم فيه كمان إذا حديتوا ومن بعده أكيد دائماً بدنا نراتب بشرتنا وهي تكون بازل الميكب يعني هيدا الشارة تل بري ماجي كريم بيعتبر مثل برايمير بنفس الوقت يعطي لمعه حلوة كثير كثير حلوة أنا حتى بيستخدمه بس تحسوا أنه مشكن عم بيعكم شده صحنا بدنا نستعمل إكران عطول أنا بستعمل لوريال كثير أشخاص لما تستخدم هذا الواقب تقول لي أنه بيضل في لمع بوجه فمعانو مكتوب عليش إن كنترون هو بيتحكم بالإفريزات الدهنية فما بتحسوا أنه عم بيزيت البشرة بس بيضل في لمع أنا بحب اللمع ما بيطفي فإذا بدك كون شي بيطفي البشرة ومش هو أكيد بتخيل هلأ مبلش بالميك أب وأنا الميك أب عندي معلومات سفر بس بعرف أنه أهم شيء بعد السنسكين ونبلش بالميك أب بعد هيك أنا سفر راح مبلش بالفونديشن الباودر يلي هو 2-in-1 بيعمل كفيرج كتير قوي وما بيخلي البشرة كتير زيت أنت بتستخدمي فونديشن كل يوم؟ أوقت بقوم تعباني بحس بشرتي تعباني يعني أنا بكون مش نامي منيح بالليل أو شي بحس هيدا منو يعتبر فوند التان سميك كتير بس الكفر تشبع وقوي معنو أنت بشرتك صافي أنا بشرتك كتير منيحة أنا حبيت بس أعطيهم فكرة أنه إذا في حال بدنا نستعملوا هيدا على أوقات بمرقة بس بيبودر على الحل ممكن نحط بودر ليبر مثلا مثل هايدي بودر ليبر كتير حلوة لما بستعملها بحس في توحيد للون البشرة بصير البشرة كله لون واحد ومش بحاجة لأي شي تاني أكيد لما إذا بدي حط برونزر بعدين أو شي أوكي شو بتعمل البودرة يعني بس بتعطي اللون خفيف بتعطي هيكي هذا المات برونزر من NYX بحط منه تاتش صغيري على تشيك بونز أنجأ هيك شوي حتى نتشي أعطي تلوينة حلوة للبشرة لماذا نحن نغمق هون؟ لحتى نرفع الخد شوي لحتى ما يكون الخد قاشد فلما تجي بهالطريقة نرفع الخد دائما بالبرونزر بيغمق يعني؟ نعم من غمق من هاي المال بعدين تبعا ممكن واحد بعمل هايلايتر نعم ببعرف يعمل بها المنطقة هون الهايلايتر طب ليش بغمق وجع بحط شي بيدوين؟ هذا هو نوع الكونتورينج نحن الكونتورينج والهايلايتر بالبودر مش بالفونديشن إذا بالفونديشن بيقوم عن نعمل مكياج عروس أو شيء أو مكياج صهرة أو في شيء منيسبة حتى يثبت أكتر طالما هيدا ديلي ميكا ما بحاجة هالقد انتقل على البشرة أوكي؟ هم بتعلم؟ خليكون عندك فكرة عن كل شيء وبعد الأحيان احطوش صغيري من البلاش هيدا من اتكوزماتيكس بلاش وفيه ألوان مختلفة بجيه؟ بس أنا دايما بحب البينك شو ما أقور حدا يحط غير لون؟ حسب في منن هنلي ما بيلبق لون وفيه ناس تصلي شعره أسود مفروض تلون شوي بخدودة حتى متبين معتمة الشعره يعطيها هالتناسق بالألوان أكتر اللون البرونزي برجع هنحط هايلايتر؟ بالآخر هايلايتر أكيد أنا محضر البشرة بالفاوداشنال باودر بدي حط الأنتيسار على العيون وهيدا نسيت لكم عنه قبل ما نحط البودر ليبر أكيد ما نحط الأنتيسار يلي هو من لوريال كتير حلو تحت العين ونعمل له بلندينج يلي حط عليه أنه نسيت تحت العيون هلأ عرفت أنه هي كمان نسيت سوري نسدي لمكياج العين أكيد بالنهار منفضل أنه نحط الأي شادو اللي كتير فيه ما أنه في كتير لامة اوكي أنا دائما بحط بيبقى كتير كتير مات أو إذا بدنا نستعمل الكلمة المزبوطة مات مش كتير فيها لامة مات يعني يا زهر مات يا باج مات هاي كتير بحبزها إلا إذا عندي شي ناسا بأكيد بصير قوي اختار لون واحد أو تنجي الوين لا أنا بختار لون واحد هلا أنت بصير حدد أكتر بس بدي أعمل الكريز من هون بصير دخل أكتر الوين غامقة أو بمدة يعني بعمل بلندينج أكتر بس بنهار فضل ما كتير أعمل بلندينج شي على السريع كمان شي هاك نتفي فيه ورعى شهده الايلاينر اللي بحبه كتير 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 وما بقدر استغني عنه كل ما يخلص وبيجيب لي يمكن بالدزينة جوزيف منه نوزدزينة الاليزابيت هيلن كتير حلو ووتر بروف رائع يعني هلا أنا حطيت منه صباح ساعة اللي وعيد دغري بلشت دغري بحب حط منه بمده وبيضال كل النهار على نفس السحبة كان هده كل السواد هده كله بشي واحد ايه ايه سواد يعني هيده شو بسموه هو دبنه أسود ايه هيده الايلاينر هاك ايه الايلاينر أبدا أبدا ما بيشت ولا بيصر له شي رائع ببلش بالمسكرة للرموش كتير مهمة XXL Lift من L'Oreal أول مال بتاعتي Volume وتاني مال بتاعتي Lift يعني بترفع بترفع الرمش او بتعمل كيرل يعني بتعمل كيرل وبنرجع عنا الكونتور بحب بحطه بقلب العين من الأسود صغير هيده من كايلي بحطه بقلب العين بقلب العين ايه بحضد العين يعني ايه اكيد لانه احسن ما تبين العين فاضي ما بدنا العين تبين فاضي تب اللي بحطه أبيض من جوه بكبر العين اه هيدك تكنيك تاني انا بحطه هيده لإليه لانه بحس تحدديد عيني التكنيك التاني لما بتكون المرة كتير غرقامية العيون كتير غرقانين وبدنا نوسعها شوية بالميكعب شو من عميل على الجفن من تحت بس بقلب العين نحط او بيض او باج مش لكل الاشخاص اللي بحب يكبر عينه من الصبايا ممكن يعملها بس انو جميلة لما بتكون المدام عناية غرقانين وبدنا نوسعه شوية بنجارب ما نحط بقلب العين لأسوا أصاص بشوفها ما بعرف ليه بعملها فعند حشرية اعرف نعمل كنتور كمان عندي من هودا بيوتي بستعملوا هيدا الكريون رح فرجيكن لونه كيف بيطلع جميلة ما بعرف اذا حتا قدروا تشوفوا انا حطيت منو يقانو قابل هلا ايضا بنحط قابل اللون الشفاف اكي بنحدد بالكونتور دايما اول شيء هل في زوم تحديد في اشخاص ممكن ما بيحددو سح كمان في ناس حسب كل واحد كيف يفدو كل ما كانت تشفي دسمي اوقات فينا ما نحدد هلا في عالم بيكبروا شفافهم يعني بيطلعهم بس انا بشوفهم انما حدا يحط فوق شفافهم بحس واضح بيباينو اي ديما بيكبروا هلا عم يعملوا فيلر وبيكبروا بحسب كل واحد شو بيحب فينا نكبر اكيد اذا واحد عندها شفة رقيقة من فوق قبرله شوية بالكونتور بس انا ما بروح كتير للأوفر انا حمدلله شفافي مني كتر خير الله طبيعيا وانا اللي بحبه كمان باللبستيك اللي بستعمله عطور المات انك من ميبيلين رائع بحطه دايما اول شي بتحب اللبستيك يكون مات مش لميع ايه هذا بيعطي تكستور مات اوكي هو منبالج اول شي لميع بس بعدين بتحسي الفيلماء بيكبر الشفاف انا مش عمكتر هلا لحتى بس يشوفوا كيف انه الواحدة الماكياج يكون نهاري مش كتير قوي يكون ناعم كتير هلا هيك كتير حلو بس اذا بدي انا مثلا شوية عدل فيه بدي اطلع بمطرح بع سهرة و بدي اضاءة اكتر دايما بستعمل من هودا بيوتي كمان عندي الجلوس اللي بيعطي فوليوم اللي عم تحكي عنا اه اوكي اه وره بعض اي 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 يعني ان اي خاطوهم فوق بعض اي يعني هاكي يعني ان اتبه بمطرح بمطرح بس احكى اذا في يولون في يولون اه انا عم بعمل اه اه اتبعوا واتنيناتكون كتير قراب لبعضهم متناس اين اه اخترت الوقت دايما بختار لكل اللون الليبستيك جلوس المناسب، بيعطي فوليوم بالماء حار حير نتبه، بالماء حار حار have a day في مادة بيحطوها بقلب ما بنزح فيهم بيقولوا يا عم يكبر الشفافة بس هني لا هي تكون عم تعمل مثل تهيج بتضيق الشفاف بعدين فإذا إذا عنا بتلاعنا على سنان حمرة هيده بعد ما تطبقه حتى ما يصير يجي على سنان حتى ما يجي على سنان أنا عادة بالنهار فضل مش كتير الهايلايتر وإذا لابد بدي حط بحط شوية صغير هيده الهايلايتر ممكن تطبقوا بهالطريقة هاي ندفي ندفي صغيري لأعطي لمعه على مناطق اللي لازم ندوي عليها هلا ما كترت بس وقت اللي بدي كتر أكيد بيكون غير تطبيق هل في عالم ما بيحطوا هيلايتر لأنه بيخافوا يبرز المسام هو لأنه بدي بس تكون فيها دهن البشرة بصير تتفاعل مع البروداكت طبعه بيعطي أكتر زيت فالأفضل أنه ما يكون ما يكتر الواحد منه شوية إذا كتروا بصير يبينوا وإنت بصير يعطي كتير بس يحطوا هايلايتر كريمي في أوقات كريمي هايلايتر بيخلي أكتر يتفاعل مع الدهن تبرز المسام أحسن يكون مثل هذا البروداكت أحسن إذا بشرة دهنية إذا بشرة مدهنية إذا بشرة مدهنية أوكي وإخر شيء آخر مع الحالي كمان حتى أأمن أنه كل نهار ما يتحرك الميكوب يعمل بالفيكساتر أعمل بها الطريقة البرج وخالص منعش؟ مجمي بطيلة شو؟ ظل راحة و جاي جد ما بعله شيء بالميكوب هيدا شو؟ دعني أرفع لك حواج هيدا جعل؟ هيدا جعل بنرفع في حواج بلا نسيتو هلا راح طبقوا قدامكم هيدا بأي خطوة هازم قبل الفكساتر ماشي الحال هلا أطعرنا إياها أوكي وهيك منكم خلاصنا نعطيك العافية شو هالجمائن شو هالميكوب الحلو آو عاردي حبيبي حبيبي إذا حبايت هذا الفيديو كبسوا على لايك وكتبونا تعليقات حلوية شمكوا بالحلقة الجهية باي باي اشتركوا في القناة